احنا هنا كده بنأكد على فكرة ان الحوار الوطني ده جهة نقاش مش جهة تنفيذ ما عندهاش قلية انها تقول احنا اتفقنا على حاجات يلا دلوقتي حالا احنا حنقول ان احنا هننفذها لا هي مش جهة تنفيذ بس في حاجة مهمة برضو زي ما قلت لحضرك احنا عندنا المؤسسات سواء كانت السلطة او كانت الحكومة او كان كمان المجالس النيابية التلات مؤسسات دول جهزين بشكل كبير جدا ان التوصيات اللي هتطلع من الحوار الوطني لو احتاجنا تعديل تشريعي احتاجنا قانون احتاجنا ان احنا نستحدث الحكومة تنظر فيها احنا طبعا كبرلمان هنساعد فيها طبعا بشكل احنا بيطلع التشريع من البرلمان بالتكامل والتعاون مع الحكومة طبعا ورئيس الجمهورية السلطة الاعلى في البلاد فبالتالي احنا امام حوار متكامل امام منظومة متكاملة متوافقة سواء كانت على مستوى كمان اللي حيشاركه في الحوار وخينا برضو احنا نسمن كل واحد حييجي يحضر وكل واحد طلب ان هو يحضر وكل شخصية وكل طيار او كل اتجاه او كل حزب او مؤسسة في مصر او خارج مصر شايفت ان هو من المهم ان يشارك في الحوار ده ده موقفها بيسمن شيء فاعل برضو حاجة مهمة جدا المواطن لازم بعرفها انه احنا لن بيجي نتكلم على ان الجلسات زي النهاردة مثلا مزاعة الهوى فيه شخصية هتتكلم النهاردة فيه تيارات هتتكلم النهاردة مهم جدا ان المواطن كمان يشوف ازاي الناس دي بتتكلم مع بعضها ازاي لغة الحوار ازاي الاطرحات هل احنا بنتكلم بنت لست بقى تكلم محرك في ديب الزيت لانه اللي انا فهمته ان الموضوع مش قائم على المناظرات او على الاقناع لا لا خالص توافق توافق وهي دي برضو قيمة الحوار ودي من اهم المكاسب بص يا فعندما احنا عندنا قيمة اساسية ان كل اللي احنا بنتكلم عنهم دول ما كانش فيه آلية بتجمحهم ان هم يعودوا يتكلموا مع بعضهم ويتوافقوا لصالح البلد كان كل طيار او جهة او مؤسسة كانت بتشوف من وجهة نظرها ازاي ان هي تتعامل مع قضايا المواطن وقضايا المجتمع لما ده كله بيقعد مع بعضه ويبقى على ترابيزة واحدة وبنسمع القراءة سواء متوافقة او مختلفة بمساحات طبعا نقاش مفتوحة مفيش حدود مفيش اي التزام او الزام على اللي موجودين جوه الحوار غير ان هو هيقول رأيه هيبقى عنده ادواته هيبقى عنده اطرحاته آلية تنفيذ هذه الافكار ننقل ده بقى على ارض الواقع سواء من خلال المؤسسات الوطنية او من خلال كمان الحكومة او البرلمان عشان يبقى يتطبع على الارض المواطن يحس بيه